الخازين لليكسل الانسبس رح ناخذ فيها الريقيلر اكسبريشن الريقيلر اكسبريشن اذا جاني علامة الاستفام ذي يعني ممكن احط زيرو cavolo او احط الواحد طبعا اذا جت علامة الار pholo однимジرم ممكن ما احط جملة وملإحطة اكثر من المرة هذه معناёce zero or more طبعا اذا جتني واحد لازم احط الجملة شيف واحد لازم احطها او اكثر يعني ممكن اكررها اكثر من المرة نجي للإكسامبل عشان يوضح لكم أكثر حطينا هذه العلامة موجب سالب أو موجب علامة الاستفام يعني هذه العملية ذي ممكن تكون موجبة أو ممكن تكون سالب عشان كده حطينا هذه الماينس أو موجب لو قال لنا signed بس بنحط الموجب لو قال لنا unsigned لا إذا عطانا signed راح نحط سالب أو موجب إذا ما عطى unsigned قال ما راح نحط السالب أو الموجب طبعا نجي هنا للزيرو إلى تسعة هنا حطينا البلس لعني لازم نحط للرقب لأنه طالب فلوت نمبر فحطيت من زيرو إلى تسعة البلس للي عشانها فلوت نمبر لأنه ثلاثة بوينت اثنين ممكن أو ممكن اثنين بوينت اثنين عشان كده حطينا البوينت ونجي من هنا من زيرو إلى تسعة هنا لازم نحطها واحدة أو أكثر يعني ممكن نحط رقم واحد أو أكثر يعني فرضا واحد بوينت 11 واحد واحد عرفتو؟ طبعا هنا نحط لهذه العمليات اللي حطها لي بلس ماينس دفجن ملتبلاي بعدها نتكرر نفس العمل لأنه طالب فلوت نمبر اللي هي هذي فلوت نمبر اللي هي هذي بعدين هنا طالب اوبريشن الابريشن اللي هي هذي بعدين طالب هنا الفلوت نمبر اللي هي هذي ونجي example ثاني ناخذ example ثاني binary language that start with 101 and ends with 000 طبعا هنا قال لي start 101 يعني راح حط في البداية هنا 101 وفي النهاية قال حطي 000 راح حط هنا في النهاية 000 في النص ممكن احط الصفر وممكن ما احطه ممكن احط الواحد وممكن ما احطه عشان كده حطينا ايش الاستاء نحط البلس اذا كان قال لي لازم يعني نحط في 0 و 1 فأحط البلس بس هنا معطينا الخيار يعني ممكن احطه وممكن ما احطه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته